السلام عليكم ورحمة الله إن شاء الله يارب تكونون بألف خير وصحة وسلامة حبيت اليوم أقدم لكم طريقة عمل الفلافل العراقية بدون قالب تجي مقرمشة واسفنجية من الداخل ومقرمشة من الخارج طريقة جدا سهلة وإيضا المواد إن شاء الله تكون بسيطة هنا عندي ثلاثة كواب كوب القياس نقعتهم من قبل بيوم وإيضا عندي نص حبة بصر سن من الثوم نص من العقل طعام من النشا حتى ما تتشر عندنا بالقلي وعندنا قليل من الكمون وأيضا رشة من الكزبرة الناشفة اليابسة الحبوب ونص من العقل طعام من الكاري والملح والبيكن صودة أو البيكن باودر اللي متوفر عدكم وتقريبا نص باقي من المعدنوس بالبداية نحتاج محضرة الطعام إذا ما متوفر عدكم تقدرون نفس الخلاط مالة العصير بس المفروض تحريك مستمر بالملعقة لحد ما تصلون لقوام المناسب نقعت الحمص قبل بيوم وإيضا نشفت من بعد ما نطحن عندنا الحمص حتى يصير عندنا مجال فرحبا يعني أخلي المعدنوس أخلي البهارات على شكل دفعات لحد ما يصير عندنا قوام العجينة متجانس نشيل من عندنا العواد الخشنة همشي الأوراق حتى ما تظهر عندنا بالعجينة كل شوي أقلب العجين حتى تتجانس بالخلط وهنا عندي نصف العق الطعام من النشا ينطيها يعني يتماسك وأيضا ما تنتثر عندنا بالقلي وهنا نضيفت تقريبا نسكه من المي إضافة تدريجي لحد ما تصلون لقوام المناسب بالنسبة للبيكن ساودة أو البيكن باودر ملعقة طعام فقط أخليها طبعا قبل القلي أخلطها وأحضر الطاو على النار هنا أفرق الخليط أشيك هسا القوامات إذا كان يحتاج سوائل يحتاج ملح يحتاج هنا بصراحة حطيت له شوية بعد ملح و خليت له شوية في الفلحار حتى يعني يتلعى طعامها طيب هنا حضرت الزيت على النار وقبل ما تبدون نشيك وحدة إذا متماسكة وجيدة فنكمل المشوار ها مثل ما شوفهم طلعتنا هنا هذه الكمية هاي العودة اللي شفتوها الصغيرة راح أسوي بها ثقب من الوسط قبل الإيدي بالمي النار على الوسط من البداية للنهاية أو شوية أعلى عنكم ميزانكم بالحرارة إذا شفتوها ظلت يعني بردت الزيت فشوية نعلي النار من البداية أسوي شوية القرص وبعد ذلك أسوي الفتحة بالوسط أهم شي يعني تاخذ استواء من الداخل ومن الخارج حتى إذا النار كانت عالية فتتحمر بسرعة بسرعة من الخارج وتبقى طرية من الداخل والعجينة مثل ما شوفهم قوامها جدا طري يعني إذا شفتوا الفلافل جربوا واحدة اثنين بالبداية إذا شفتوها ثقيلة و يعني تكون قاسية من من الوسط فنخفف شوية العجينة بالماء أهمية تصورون شوية العجينة الطرية ومن بعد ما تستوي نرفعها ونخليها على ورق المطبخ حتى تتنشف ونتخلص من زيت الزايد طريقة جدا سهلة مثل ما شفتو بدون قالة تطلع عدنا شكل حلو ومرتد وبنفس الوقت هذه الفتحة اللي تكون بالوسط رح تطيها قرمشة أكثر واستواء كامل يعني ما رح تبقى يعني عجينة من الداخل كمية الزيت المفروض تكون غزيرة قليتها بهذا الجدر الصغير حتى تاخد يعني كمية من الأسفل لأنه تتقلع بشكل مضبوط وهنا عدنا العنبة العراقية وعدي أكثر من نوع من المخلل بالقناة تقريبا تلاثة نواع خلطتها مع بعض مع مخلل المنجة والعنبة العراقية فكلهم هذول مخلوطي مع بعض وعدينا أيضا طريقة العنبة العراقية يعني طحنها وبهاراتها إن شاء الله نتركها تحت هذا الفيديو بصندوق الوصف والسمون العراقية أيضا عدنا بالقناة جدا مقرمشة من الخارج ومن الداخل تصير سفنجية خفيفة جدا نقدمها احنا بالطريقة العراقية مع العنبة العراقية هي هاي والسلطة العادية يعني مخيار أو خس وطماطق أتمنى تعجبكم هذه الطريقة ما تنسونا باشتراككم قناتنا الأولى جايم هيل والثانية شناشيل أكون ممنونة منعدكم حبايبي ياريت مشاركة هذا الفيديو بين الأصدقاء ما تنسونا باللايك في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة